مرة تانية لكابتن نشام عبد الوهاب مدرب فريق النادي الاهلي طبعا بداية كلام كده قالت مبروك يا فندم وعايزين نعرف من حضرتك أجواء المباراة قوية بتاعت مبارح واحتفلتوا بالفوز بعدها ازاي كريم ونهوان صباح الخير عليكم صباح الخير على جميع الجمايير الأهلوية بكل حتة في العالم صباح الخير عليكم الأول صباح الحمد لله الحمد لله احنا كان عندنا مطشة طبعا كان مطشة صعبة كان مطشة فيه لنهاية الدوري اللعيبة داية يمكن كان الدوري دا وكان جزء منه وكمل كان بتلاعب قبل فترة الكورونا وكمل الثاني بعد كده بعد فترة الكورونا وفترة تقريبا أقل من ثلاث أسابيع ويمكن كان علينا حمل شوية في الفترة الأخيرة ان احنا ازاي نبتدي نشيل الضغط على الولاد ونبتدي نبتدي نتعامل معهم على التحمل البدني وتحمل الصرعة وكل الكلام ده في فترة أقل من ثلاث أسابيع اللي خلانا منكس ما بين حاجات كتيرة قوي ما بين ان احنا بننمي الناحية البدنية والناحية المهرية وكل الكلام ده في فترة أقلية خاصة اننا لسه جديد كمان معهم في الفترة الأخيرة داية فالحمد لله ان الولاد ابتدوا يستجيبوا وابتدوا ان احنا نفعلهم وابتدينا ان احنا نشيل الضغطات داية واحدة واحدة من علينا فترة التوقف أثرت إلى أي درجة كنت للأسف ان هي أثرت طبعا سلبا ان الولاد كانوا وصلوا لفل عالي جدا في الأحمال البدنية والسرعات والجزء المهاري بتاحهم إلا ان الكلام ده طبعا في خلال فترة طويلة وحصلت فيها فترة وقوف كبيرة قوي للدول الهند بول كمان والرياضة عمتن يعني بس بتغيري لما كون الفريق متأسس بشكل قوي جدا يعني ما بتبقاش المهمة مستحيلة أو فكرة ان هم يرجعوا للفورمة ويرجعوا لحالة الفواءان اللي كانوا حقيقي وبالذات لما يكون كمان عندهم هدف أو عندهم طموح وهم الولاد فعلا يحطيين هدف وإحنا أول ما تجمعنا مع بعض كان عندنا هدف وعيننا على حاجة واحدة بس وفتفقنا معها مع بعض ان احنا عندنا الهدف في الفترة اللي جاية ديت وليكن الدوري الفيع موليد 2002 والحمد لله الولاد فعلا استجابوا في الفترة الأخيرة ديت ما بين ان هم التقبلوا من الحمل البدني والسرعات والمهارات والتنمية في الفترة ريب قوي والفرقة الأجهزة أنا كنت متأكد وحد الكلام ده اللي احنا كنا نتكلم فيه مع بعض ان الفرقة الأجهز في الفترة اللي جاية دي هي اللي هتقدر تنافز بشكل قوي وكان الجزء الأكبر شوية هو العامل النفسي للولاد دولت لانهم عندهم دايما الحتة بتاعة احنا مطش اهلي وزمالك وانحنا مطش تجيله طبعا الحتة ديت ازاي ان احنا وصلوهم ان احنا في الاول الاخر ده مطش جيم ما تنزلو وتلعبو ازاي وانتو متفايحين ازاي تعرف تلعب قدام الخصم اللي بتاعك وازاي تبتدي تحط عليه ضغوطات وفعلا هو ده اللي حصل في الجيم احنا ابتدينا بداية من الشوت الثاني ابتدينا نحط عليهم ضغوطات ان احنا نعلم للذكور فبقى بتي جوانب عندهم ابتديت نقطة ضعف البيان وابتديت التصرع ابتدي اكتر شوية وابتدينا احنا نستغل الكورة دي احنا نزود اللذكور بتاعنا اكتر واكتر فالحمد لله يا ربنا كان المجهود الولاد دولت فعلا انهم يسحقوا كلها كل خير يعني الف مبروك يا رب دايما كده وان شاء الله تيجوا تنورونا حضرتك وعضاء الفريق كله ونعمل فطار مجمع هنا عندنا في البرنامج ونبارك لكم نفسنا الف مبروك مبروك علينا كلنا ومبروها النادي الاهل دي واشكركم جميعا وشكرا لفرقة رجالة بتاعنا 22 واثنين وامورهم ومجلس النظر الثالث مدين الاهل شكرا لك كابتن هشامي كلام جميل كده النهارده يوم حلو والله يعني فيه فوز كده على كل الأصعادة وارب دايما كده نفرح ونادينا دايما يكون مفرحنا